السلام عليكم اتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير اموركم دينا ومرحبا بكم في قناة ناثمات جواهر كيف تشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم طريقة للتحضير دي المركز البرتقال يعني بدون مواد حافظة ومشي هاداك المركز اللي كيف تشوفوا عندنا هنا انا احضر معاكم واحد الكمية قليلة وبإمكانكم تضبلوها احساب الرغبة هنا عندي كيلو ديال ليمون من الأحسن ناخدك ليمون لك تكون القشرة ديالتي وملثة كيف تكون فيه الماء وغادي قد نديرو حاجوه حامضات الحامض المرة كنستعمله باش ماتي تكسج لينا هذا الليمن وطبعه في الماسا اعتمدوا 1.5 كيلو ديالس انا في هذا القياس كيلو ديالليمون نحتاجه 1.5 كيلو ديالس انا طريقة سهلة للغاية كيف تشوفوا نحيض القشور بها طريقة يتحيض القشور و يتحيض و يتحيض و يتحيض و يتحيض القشور يتحيض يتحيض الطريقة نقطع شرائح بالقشور سوف نقوم بتحديد كيف نعرف هذا العدم يمرر لنا العصر الليمون يعني الليمون حامض يمرر لنا إذن نستمر بهذه العملية في الكمية كاملة نحاول نحييض خويت اللب الليمون نحاول كمية كاملة كمية 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 الليمون نضيف 1.5 لتر 1.5 لتر كامل نضيف 1.5 لتر 1.5 لتر ومن بعد نضيف فوق النار نضيف نضيف 1.5 لتر نضيف 1.5 لتر نضيف 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 مرة وكاحة كامل 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 لمغ نضيف وكامل كامل لممز الماء كامل 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 خطري نضرب الدورة و نحسد العناصر الطحنة نزيد شوية من هذا السيرول يعني كيف سيبال لكم نتحن المرة الثانية نضرب الدورة و نصفه نصفه قدامكم نحاول نعطيكم مراحل كاملة بالتدقيق باش ينجح معكم هاد المركز سوف نصفه نرجعه باش نتحنه يجب شوية بقالية نزيد شوية من هذا السيرول يعني في هاد المرحلة نضيف الماء كيف سأخذ لكم باش يبقى المركز يعني هاكا نصفه نجيب في هاد الظروة في الماكينه نحاول نتحنه مزيان و كيف سنكثفي بوحد جد العمليات هذا سوف نتحنه بشكل هاكا نعرفو درورة تبقى شيء حاجا في صفاه نكمل هذا السيرو الذي يبقى لكي يهبط لي هذا الخليط كامل يجب ان تشوفوا بعد ما تصفى ليه يعني سيجي واحد الخليط متجانس هذا ستتعرفوا بلي شوية في الحلاوة يعني هذا تبقى تخلطوه مع الماء إذا بغيتوا تشربوا عصير الليمون ما فيه شي حاجة كيف غادي بيلكم غادي نحسافذ بيها كاف في الكنجيلاتور غادي تديروا القياس اللي بغيتوا إما في قراعية إما في بلاستيكات إما في أي حاجة عندكم في دي بوات المهم كيف غا تشوفوا أنا قدرت هجوج بواتات وواحد بحل هاد الساشية هادو صافي من بعد غادي نسد هاد الساشية وكتحاولوا تخرجوا من هالماء يعني كنعرفوا الهواء عفوا غادي نسحها شوية صافي غادي تخرجوا من هالهواء يعني في اللول كتسدوها وكتخليوا واحد البليسة هكا محلولة كتخرجوا ذاك الهواء مزيان صافي عاد باش كتسدوها صافي كيف قلت لكم يعني هاد المركز هاد نقدر نستعملوه كباز يعني كقاعدة للعصائر ممكن تخلطوا معها ممكن تديروا شوية منه القياس اللي بغيتوا وتزيدوا شوية ديال الماء اه تديروا اي فواكيه كانوا عندكم الفرز تفاح البانا الكيوي اه الياوغت كتنسمو به يعني اي حاجة بغيت تخلطوها معهم كتكون عندكم لاباز واجدة كيف كنعرفو يعني وقت رمضان هادا وتي والليمون تولي شوية طالع في تعمان ديالو ما كلقاش الوقت باش نبقى ونعصروه هادا يعني بهالطريقة كتلقاوه واجد عندكم ما كتتعدوه في العصير وكيجي حسم من ديال زنقاء صدقوني في النكهة ديالو يعني لاشربته بوح ديتو كتحسو بحل ذاك لوغو ديال اوغنجينة ذاك المونادة ديال اوغنجينة كتحسو بحل هاداك لوغو ديالها المهم نتمنى ان الوصفة ديال اليوم تكون لنالت الاعجاب ديالكم نتمنى تجربوها ويعجبكم انا اكيدة انكم اذا جررتوا هاد المركز غيتولي الوصفة عندكم معتمدة نتمنى انكم تشتركوا عندي في القناة تخليوا لي التعاليق ديالكم والاعجام وتبرتاجيوا الفيديو باش هكا تعمل فائدة كنشكركم على حسن المتابعة ديالكم نتمنى لكم عواشر مبروكة خليتكم في امان الله والسلام عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة